بعد ان كانت العلاقة بين حزبي المشهد السياسي في اقليم كردستان اقرب ما تكون الى هدوء طفت على السطح مجددا عاصفة الخلفات بلغة شديدة اللهجة تقاذفها الحزبان البارتي واليكتي هي ذاتها الخلفة المتعلقة بمسؤولية ادارة الاقليم عنوان التنافر القديم الجديد بين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني رئيس حكومة الاقليم مصرور بارزاني وجه اصابع الاتهام لجهات لم يسمها بما تشهده مناطق السليمانية وما يتبعها من مشكلات مالية في الارادات واختفاء الاموان داخل السليمانية نتيجة نفوذ مصالح شخصية الاتهامات التي وصلت الى وصف التعامل مع السليمانية بما يشبه الحصار بحسب رئيس الحكومة حركت رد الفعل الذي اطلقه الاتحاد الوطني بتحميل حكومة بارزاني بمسؤولية الازمات المتعددة في الاقليم بيان شديد اللهجة ذكر فيه الاتحاد الوطني مسألة ما وصفها بالتغافل والتهرب من المسؤولية وتهمش رئيس الحكومة لزيارة السليمانية وتفقد اوضاعها ومشكلاتها الخدمية والاقتصادية على وجه الخصوص احتقانات الشارع الكردي سبق لها ان انتقلت الى الشارع احتجاجا شعبيا واسعا على ازمات مالية لكنها الان باتت حجر النرد التي تحركه اصابع الاتهام نحو التقصير في السليمانية سيما مع قضية تأخر الرواتب التي تعاود الكرة في كل موسم خلافات جديد بحسب محللين فان ذات المشكلة التي تعانيها حكومة المركز في اقرار الموازنة والازمات المالية المتراكمة يعاني منها الاقليم سيما مع تأكيد الفريق الوزاري في الاتحاد الوطني لغياب شفافية ارادات النفط فتح سيلا من التساؤلات حول واردات مالية للمنافذ الحدودية كتلك التي تقع في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي وتأخر ارسال الموازنة الى برلمان الاقليم اشتركوا في القناة